اخبار رياضة من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم بداية انتهت مباراة خطافي وظيفه برشلونة بالتعادل السلبي الاحد في الجولة التسعة والعشرين من الدول الاسباني ورغم الفرص العديدة التي اتيحت لطرفين الا ان كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المواجهة كما بدأت وبهذه النتيجة رفع البارس رصيده الى النقطة الثالثة والسبعين في صدارة ترتيب الليجة مبتعدا بأحدى عشر نقطة كاملة عن الغريم ريال مدريد اما خطافي فرفع رصيده الى النقطة الحادية والثلاثين في المركز الخامس عشر كانت مباراة صعبة ولم تكن ارضية الملعب في حالة جيدة كان صعبا السيطرة على الكرة حتى فريق خطافي لم يجد الوضع سهلا كان صعبا علينا مواجهة فريق يدافع بخمسة لاعبين وبأربعة لاعبين في خط الوسط صحيح انه ليس عذرا لكنه اثر على النتيجة ما يهم اننا حصلنا نقطة على ملعب صعب سنحت لنا اربع او خمس فرص لتسجيل الاهداف والفوز بالمباراة لكننا لم نستغلها في الدوري الانجليزي الممتاز اكتفى ارسنال بتعادل مخيب امام مضيفه ويستهام في المباراة التي جمعتهم الاحد لحساب الجولة الواحدة وثلاثين وتقدم ارسنال بهدفين عن طريق خيسوس في الدقيقة السابعة واديجر في الدقيقة العاشرة الا ان اصحاب الارض تمكنوا من العودة في النتيجة بفضل الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة الثالثة والثلاثين بركلة جزاء وابوين في الدقيقة الرابعة والخمسين ورفع ارسنال رسيده الى اربعين وسبعين نقطة بفارق اربع نقاط عن الوصيف مونتشستر سيتي الذي يملك في رسيده مباراة مؤجلة فيما اصبح رسيد ويستهام احدى وثلاثين نقطة في المركز الخامس عشر قبل مباراة فريق مونتشستر سيتي امام مستضيفه الارماني بايرنا ميونيخ في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا حذر مدرب سيتي بيب جوارديولا من الفلسفة الارمانية القادرة على قلب الموازين وامكانية استدراك البافاري لهزيمة الذهاب بثلاثية نظيفة المباراة التالية لابه بعدد المباراة التي لعبناها الامر الاهم وان فريقنا موجود في كل البطولات سنلعب مبارتنا امام البايرن على انها مباراة نهائية يحتاج الفريق الى اللاعب بطاقته القصوى لانني اعرف شخصية وصفات لعب البافاري حتى الملعب يمتاز بالعقلية العلمانية ندرك هذا ولهذا السبب يتحتم علينا بذل جهد اكبر واللعب بكل قوة بهدف الفوز طالب المكتب وتنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم المنتخبات المشاركة في كأس افريقيا لأقال من سبعة عشر عاما التي تحتضنها الجزائر بين التاسع والعشرين افريل الحالي والتاسع عشر ماي المقبل طالبها بالقدوم الى الجزائر قبل خمسة ايام من انطلاق المنافسة التي تشهد مشاركة غير مسبوقة باثني عشر منتخبا الكاف نوه الى ان الجزائر البلد المنظم للدورة سيتكفل بتغطية كل التكاليف المتعلقة بهذا الشأن في خبر اخر اصدرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الاحد قرارا يقضي بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منصبه بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر والزمت المحكمة مجلس الادارة لاجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد وجاء حكم المحكمة بتوالي الصفة عن منصور بعد قبول دعوة قضائية قامها عبدالله جورج وهاني شكر عضوان مجلس الزمالك السابقين واخرون للمطالبة بعزل منصور بعد ان تم حبسه شهرا طبقا لما تنص عليه اللائحة وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة شهر في قضية السب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وإلى أخبار التينيس تويج أندري روبليف بلقب بطولة مونتي كارلو ماسترز بعد فوزه في نهاية الأحد على هولغير رون بمجموعتين لواحدة بواقع خمسة سبعة ستة اثنان سبعة خمسة خلال الساعتين واربعة وثلاثين دقيقة روبليف عانى خلال المباراة في طريقه للقب حيث خسر المجموعة الأولى كما تخلف في الثالثة والحاسمة أربعة واحد لكنه تمكن من الصمود والعودة لتحقيق القبيل الثالث عشر في رابطة المحترفين لقد قدمت كل ما بوسعي ولم يعود لدي المزيد من الطاقة لذلك فعلت المستطع وكنت قريبا جدا كنت بالتأكيد مسيطرا في المجموعة الثالثة وأيضا في معظم فترات المجموعة الأولى ولكن مرة أخرى لم أتمكن من ختمها طبعا هذا جزء من التليس وعليك معرفة أخطائك ومعرفة ما يمكن لفعله بشكل أفضل والمضي قدما لأن أهم بطولة في المجسم الترابي هي بطولة فرنسا المفتوحة رولانجاروسا وسأحضر نفسي على أفضل وجه ممكن لها فذلك هو الأهم أنهت الجزائر الدور العالمي للكاراتي في المرتبة الثانية في جدول الترتيب العام بعد اليابان بفضل النتائج التاريخية التي حققها المصارعون الجزائريون بذهبيتين وفضية وبرونزيتين وتمكن كل من أسامة زيد في وزن أقل من 75 كيلوغراما وفالحمدون في وزن أقل من 84 كيلوغراما من افتكاك المعدن النفيس فيما عادت فضية اختصاص الكاطة لسيدات لكل من دحل بن ريمان سلاقجي ريان وصارة حانوتي فيما عادت البرونزيتان لعبد المنع مرويشي في وزن أقل من 60 كيلوغراما ووسامة زيتوني في وزن أقل من 84 كيلوغراما عرفت تجمع الدولي لألعاب القوى الذي تحتضنه مدينة قونيا بتركيا تألقا جزائريا لافتا بعد أن حقق جميل عثماني وإسكندر توقيتا قدره 47 ثانية و60 جزءا من الثانية في سباق 400 متر بينما نجحت كل من نبيلا بناب وزوينة بوزبرة في تحقيق رميتين قياسيتين في رمي القوس ورمي المترق على التوالي وتعد هذه النتائج مرضية بالنسبة لرياضيين الجزائريين الباحثين عن التألق في الاستحقاقات الدولية المقبلة فازت الرجل إسبانياليكس رينس بسباق جائزة أمريكا الكبرى الذي جار الأحد على حربة تكساس بالولاية الأمريكية معتليا منصة التتويج للمرة الماء في مشواره ضمن فريق السيار هوندا وأصبح رينس السائق الثالث الذي يتوج بسباق هذا الموسم حيث كانت الجولة الأولى من نصيب الإيطالي فرانتيسكو بانيايا ثم التألق الإيطالي ماركو بيزيكي في المرحلة الثانية التي يقيمت في الأرجنتين قبل أن يتوج الإسباني رينس بالمرحلة الثالثة متقدما على الإيطالي لوكا ماريني الذي حل ثانيا والفرنسي فابيو كوراتا رارو ثالثي الترتيب فازمت فيتس باتريك بلقب بطولة ربيسي هريتش توجى نادي الزمالك بطلا لمسابقة الدور المصري للكرة الطائرة للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه بعدما حقق الفوز على الأهل بثلاثة أشواط المقابل شوطين في لقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد وامتد للساعات الأولى من صباح الأثنين في ثاني مواجهات البلاي أوف والدور النهائي لبطولة الدور لموسم الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين ونجح الزمالك في تحويل تأخله في شوط الخامس والفاصل إلى فوز تاريخي خمسة عشر لثلاثة عشر ليحقق بذلك اللقب نهاية أخبار رياضة مشاهدين الأفاضل المزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الرقمية أظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم